السلام عليكم بالله وبركاته. حباب قلوب منتعب على قناة ليتجيمبز وكل الشيء قلعب جعني وكم فيديو جديد بالقناة لعبة مودر مورشي باليوم الفيديو مخصص عن سفينة جديدة اكس ويند اربعة الاف اللي هي تكون بتير تو راح تكون تجربة كاملة وشاملة عليها ان شاء الله ونشوف هاي سفينة هل هي امكانيات مميزة بتير تو وتقدر الناس تستخدمها وتكون اه سبب لسعودهم الى الليفل خمسة عشر ام لا راح نتعرف على الامكانيات السفينة بدنها قواتها اسلحتها وكل دقيقة ناخد بيها جايب بلاي ان شاء الله الى اتلقائي بكل شيء تسأل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس يا حباب قلوب اوكي اصدقائي ما تمشوفوا قدامكم السفينة هاي كالعاد اخونا اه كينغ ما قصر بالفيديوهات جاي ساعدنا بهذا الامر يا اصدقائي اكس ويند اربعة هلاف السفينة الجديدة سعرها الف وخمسمائة جولد يعتبر سعر جيد بالنسبة للاشخاص اللي بتير تو تسليحات صاروخين تموهوك مدفع بوفورز يا شباب اه دفاع جوي اثنين فلانيكس اه بها طائرتين مروحية لو نيجي هنا انا تركزون زيا وتشوفون ان بدن السفينة شبحي المميز بالسفينة هو الطائرتين المروحية هو هنا انا اشترى سفينة حاليا رح يتشوفكم البدن مالتها تشوفون الان النظرة الها صراحة يعتبر انا اعتبر اه يعان اكثر ما يكون سفينة قتالي هو زورق اه مهاجم او هجومي يا شباب زورق هجومي البدن ما سفينة اثمانين الف بدون اي تطوير ماكس اثمانين الف سرعة ماتها اه لو نرجع هنا سرعة ماتها ستعاش عقدة بدون ماكس يا شباب هاي شيء خرافي بدون ماكس بدون ماكس شوفون هنا انا الدفاع الجوي هو رح يكون عنده تغيير بالاسلحة لكن الاسلحة الرئيسية مثل ما شوفوها قدامكم هاي ورح يطالعكم المروحتين ميزة السفينة هي بيها انه مروحيتين يا اصدقاء وطائرتين مروحية اباتشي النسخة البحرية يا شباب اذا اه هذا اول مقطع حكتشوفكم مقاطع الباقي الها مع جيم بلاي اه شفتوا بدانها ثمانين الف سرعة سبعة وعشرين عقدة اه بدون ماكس المناول ماتها تسعة بوينت اثنين رادار ستعاش كيلومتر ستونار واحد بوينت واحد بعد الماكس مية اه بعد الماكس مية واربعة الف يعتبر جيد بالنسبة لتيرتو سرعة مرعبة خمسة وثلاثين عقدة تخيل انه هذه السرعة موجودة بهاي سفينة خمسة وثلاثين عقدة مناورة ساتة اثنعاش بوينت او اثنعاش الرادار صار عشرين كيلومتر سرعة واحد بوينت ثلاثة ركزوني ملاحظتي هنا سرعة مناورة الرادار كل شي بها قوي جدا اذا هاي سفينة تعتبر ليفل عالي بالنسبة لتيرتو لم تكن اه ماكس ليفل بهذا تير يا شباب مدفع البوفورز يا شباب هذا مهم جدا القوة مالتة الف وسبوع وعشرين هذا مدفع جديد الرادار مالتة او المدى مالتة عفوا تسعة بوينت خمسة الريلود مالتة واحد بوينت اربعة خمسين يعني مدفع بدمج الف اه بريلود سريع جدا بمده عالي جدا روعة اذا هاي المدفع روعة بالنسبة لتيرتو قد تكون اللاعبين كلهم رح يحملون او رح ياخذون هذا المدفع بشكل كبير يا شباب يطلق اربعة اطلاقات بالدفعة الواحدة الان يا اصدقائي نأتي على الجيم بلاي المهم والاهم بالفيديو اه طائرتين حط صواريخ روكستار على المتطلق اكس تو تعرفوا روكس اطلق اكس تو وان كان واحد شوفوا الترتيب شوفوا السرعة شهاد عمل السفينة او صراحة ابدأ حتى الاخطي لك اه الغرفة مال قالت العاملات باله hasphins جميل جدا لانوان ماروحيتين عدك هنا يا طائرتين اداد طائرة ماروحية تقدر طئيرهم براحتك وتستخدمهم براحتك يعني اتعدك ميزة التفوق هنا بالطائرتين مروحية ممكن تحط اولا كانت 4 اطلاقات لكن عفوا اتوقع 7 اطلاقات خلينا نتاكد بس يتلقنا من جديد خليت اكد يتلقنا من جديد اوكي نعم 7 اطلاقات يا شباب 7 اطلاقات المدفعية يعني توقع تحطوها على الايتكاو 7000 damage 7000 4 واحدة شيئا في damage يكون بالنسبة لمدفع tier 2 يا الهي شوف كثافة ماروك ستار ممتاز جدا مدفعية جاي تعمل وتأدы دور جميل ورائع ممكن لو يتقدم هنا هنا هو شوي ااا كانت يشتبكي الطعارات المروحية كدرك تشتبكي اياها بأريحية تامة هوب websites روع 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 على السفينة إبداع هاي سفينة يا شباب إبداع مع مابل آيلاند أو جزر آيسلاند يا شباب هالله 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 نحتاجلنا بس عدد أكثر يصير بالماب يكون سبعة أو ثمان لعبين أو عشرة ليش لا كل الاشتباكات خرافية هو المدفوع 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 تركيزكم المدفوع شوف شوف السفينة السرعة السرعة الروح يعني يروح ويرجع بالسفينة حتى ما يتلقى الصواريخ سلسة جدا بسبب سرعة مالتها يا شباب مناورة بقى كيف تجنبه ناظر مدفوعي ممكن مدفوعي واحدة فقط جدته كيف تجنب ضرورات مدفوعية الكاملة الدمج اللي جابه الترف الشيء مرعب بالنسبة لتير 2 شباب مئتين وخمسين ألف للآن مئتين وخمسين ألف تخيل تخيل هذا الرقم مئتين وخمسين ألف مئتين وتسعة ستين ألف للآن راح بالسرعة القصوى خلاص راح ثنين وثلاثين عقدة هنا لدي السرعة ثلاثة وثلاثين عقدة شوف 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 المناور شوف الالتفاف كيف سريع بالسفينة يا ساتر يا رب الالتفاف روعة صراحة أتوقع يوصل أكثر من ثلاثمئة ألف بالدمج يجيب أكثر من ثلاثمئة ألف نعم ثلاثمئة وعشرة ألف للآن يا شباب هذا الملاحظة القليتش اللي يختفي لايذيش يختفي هنانا الجبل أتوقع هنا السبب باللعبة خلو الجبل أنه يمنع رصد السفينة تلاثمئة وستين ألف لو تركزون شباب تلاثمئة وستين ألف ولو تجي هنا عفوا ميتين وثلاثة ثلاثة ألف أوكي ولو تجون على الأكستو الإعلان حيسرعتكم أربعمئة وستة وستين ألف شيء خرافي بالنسبة للشدات مع الأكستو يا أصدقائي إذن شفنا السفينة شفنا أمكانيات السفينة خلنا نقل عليها سفينة متوازنة بالتير 2 جميلة جدا بسعر مناسب وأنا متأكد أن هاي سفينة حصاعتكم ليفل خمسة عشر بسهولة جدا 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 وتنافس The Great الأفضل السفينة موجودة حاليا بالتير 2 تعرفون The Great هي بالذهب سعر 4500 تقيمة من 4600 لكن هاي سعر 1500 ففرق كبير بالسعر لكن منافسة مباشرة لها يا أصدقائي إشاء الله استبتعتم الفيديو مرة أخرى نشكر أخونا كينغ على المساعدة والفيديوات من نسخة الألف دي طين الشغلات الحصرية لنا ولا تقصرون ويا يا أصدقائي شوفكم فيديو قادم مع السلامة شكرا